السلام عليكم أنا محمد دومير وما زلنا مع قراءة التاريخ الجزائري وأرشيفها واليوم رح نتعرف على لغز حية رع علماء الآثار واللي هو لماذا نجد كلمة عربي ضمن الكتابة الرومانية على أسوار تبسة الأثرية واش تدير الكلمة هذه في هذا المكان من وقت الرومان وهذا الموضوع كنت عرضته في بث مباشر على فيسبوك منذ سنة حبيت نعوده هنا على يوتيوب بإيجاز وبطريقة عرض الوثائق نبدو من ورقة البحث هذه اللي نشرت عام 2012 وتحمل عنوان لغز تبسة ويحكي على قطاع حجرية تحمل كتابات تعتبر بالنسبة لأغلبية العلماء محيرة وجاية في إطار مستقيل تحمل عبارة آرابي مكررة ويقول الحرف فيه 10 سنتيم ارتفاع ومنقوش بطريقة جيدة وبوضوح تام لكن واحد ما قدر يفسرها لا ليكتشفها ولا ليجو من بعده وهذه صورة هذه الكتابة الأثرية أنا تبعت أثر هذا الحجر في كتب الأثار القديمة ولقيتهم في سنة 1907 أيضا كتبوا عليه غامض جدا لأنه احتوى على كلمة عربي حتى وصلت للشخص اللي اكتشف هذا الحجر عام 1868 واللي هو قائد الجيش الفرنسي في تبسة اللي كان مولع بقراءة النقوش الرومانية وبعد ما احتار في هذه الكلمة اكتب رسالة الفرنساجة فيها أكتبوا لكم منت بسة لقد أرفقت لكم نسخة من خمسة نقوش اكتشفتها مؤخرا في حجارة كانت مردومة تحت التراب ويبدو أنه هذه الحجارة تم اقتلاعها من مكانها الأصلي وتم استخدامها في عملية ترميم ونتمنى أنكم تنشروا هذا النقوش المحيرة لنتعرف على معناها واللي من بينها عربي في وصف هذا الأحجار اكتب كل الحجر يحمل تكرار لكلمة عربي وقال ما رهوش حجر كبير يحمل كلمة طويلة وتكسر بل أنه الحجر حواف سليمة مما يؤكد أنه الكلمة تامة في حروفها وانا كقارعي نبحث عن إضافة أو حتى محاولة قدمها علمائنا في الآثار لرفع الغموض على هذا الآثار القيم خاصة أنه ما هوش الآثار الوحيد اللي يحمل عبارة عربي بكل وضوح ولكن مهما طول إلا أنه تقف في أثر الشيء يوصل لا محال ولا شك أنه البداية ستكون بالبحث عن كلمة آربي في النصوص اللاتينية القديمة لأنه وإن قلت في النقوش على الحجارة لن تقل في كتبهم ومؤلفاتهم واليوم رح نحطه قدامنا بعض الكتب اللاتينية القديمة لترجى أيضا لعدة قرون ولتحمل عبارة عربي ونشوف وش يقصدوا به هذا مقال عن أصل العرب وعاداتهم وأدبهم وعباداتهم قبل الإسلام وكما نشوفه عربي هنا يقصد بها العربي بكل وضوح وهذا كتاب النظريات العربية في الفلك والفيزيا وهذه عربي كما شفناها في الحجر المنحوط وهذا كتاب عن نظريات الكواكب القديمة والجديدة ونظريات العرب في علم الكواكب وهذه عربي وهذا كتاب نقر في عنوانه بنفس اللغة اللاتينية الأطرحات العلمية للكتاب القدامة والجدد من العرب واليونانيين واللاتينيين والإيطاليين ولا شك أنه عربي هنا معناها العرب ونظن هذا يصلح كمدخل لطلبتنا في علم الأثار لإعادة فتح ملف الحجر اللغز في تبسة للمزيد من الإثراء والتنوع في تاريخ الجزائر المجيد وإن شاء الله يكون في هذا الفيديو القصير إضافة لمعلوماتكم التاريخي ترجمة نانسي قنقر